بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين حياكم الله عزيزي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قيم وهمم تحدثنا وإياكم عن في الحلقات السابقة عن عنصر قيمي شرعي تربوي وألا وهي كلمة الاحترام التي تحمل في طياتها العديد من المعاني السامية ونتحدث اليوم وإياكم عن احترام عنصر مهم بعد احترام الذات طبعا هو احترام الله سبحانه وتعالى ثم احترام الذات ثم يأتي احترام الوالدين واحترام الوالدين هو كما قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لو نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونحن بإذن الله مؤمنين موحدين نأخذ هذه الآيات ونطبقها في حياتنا العلمية والعملية كي نحظى على سعادة في الدنيا والآخرة طبعا لو نظرنا في القرآن وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدنا التوصيات العظيمة في التدليل على عظم أجر طاعة الوالدين وعظم إثم من يعني عقى والديه أعادنا الله وإياكم من هذا السلوك فبر الوالدين من أعظم الاحترام بعد احترام الله عز وجل فاحترام الوالدين لا يأتي فقط في الاحترام الشكلي أو الصوري أو بعد مماتهم الاحترام كما قال الله سبحانه وتعالى أن تصاحبهم في الدنيا معروفة لذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي فائدة لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به وعمل صالح وكذلك ولد صالح يدعو لهما أو ولد صالح يدعو له حينما يدعو الإنسان إلى والديه هنا بإذن الله سبحانه وتعالى الأجر يكون يعني محسوب لهذا الأب الذي توفاه الله سبحانه وتعالى ولكن لو ركزنا إلى كلمة صالحا فالحديث به فائدتان بأن العمل الصالح بالدعاء لهذا الميت لهذا الأب أو هذه الأم إن هذا العمل متماشياً مع دعاء أحد الأبناء ولكن الصلاح في الدعاء للوالدين وحينما الله سبحانه وتعالى قرن التوحيد الذي أرسل من أجله الأنبياء والرسل توحيد الله سبحانه وتعالى وهو إفراد الله بالعبودية إفراد الله بالربوية وبالألوهية وبالأسماء والصفات خلقت هذه السماوات وأرسل أرسل الله سبحانه وتعالى الجبال وسوى الأرض بسط الأرض وخلق الناس من أجل إفراده بلا إله إلا الله بحق هذه الكلمة ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هنا التوحيد عبادة الله عز وجل وحده ثم قال وبالوالدين إحسانا انظر إلى حرف الواو مصاحبا ومتساويا مع توحيد الله تبارك وتعالى فما أعظم بر الوالدين الله سبحانه وتعالى أوصانا بأن نحترمهم ونوقرهم ونجلهم لأن الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أننا بإذن الله سبحانه وتعالى لو احترمناهم ووقرناهم وسيعطينا الله سبحانه وتعالى يعني الجزاء من جنس العمل فيوفق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي بر بوالديه أبناء يبرون هذا الأبن وبالعكس صحيح كذلك لأن من الأمور التي يعجل الله سبحانه وتعالى بثوابه في الدنيا أو عقابه في الدنيا إما بر الوالدين أو عقوق الوالدين لذلك كتاب الله سبحانه وتعالى مليء ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كذلك الآية الثانية ووصينا الإنسان بوالديه وكذلك الله سبحانه وتعالى حينما يكثر بهذه الوصايا فنعلم علم اليقين أن هذا الشيء من أهم الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في صحيح البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من والديك حي قال نعم كلاهما فقال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعات به قال تبتغي الأجر من الله يعني ووالديك على قيد الحياة قال نعم قال فرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما إذن صحبة الأد وصحبة الأم أحظم من الجهاد في سبيل الله أو متساوي في الجهاد مع الجهاد في سبيل الله إذن هذا من صور الإحترام الذي أوصانا أو أوصتنا بها شريعة الله سبحانه وتعالى أحد الصالحين عندما ماتت أمه بكى بكاء مرير وبكاء شديد اسأله لماذا تبكي هذا البكاء وأنت أحد الصالحين وأنت تعلم أن البكاء هذا يعني ليس من دين الله سبحانه وتعالى وقعدوا يعني يخففون عليه هذا المصاب لما سأله لما تبكي هكذا قال كيف لا أبكي وقد كان لي باباني من الجنة أو باباني إلى الجنة واليوم أغلق أحدهما وهذه توصية من كلام أحد الصالحين إذا كان الواندان على غيد الحياة إن كانوا على غيد الحياة فالزم قدميهم فثم الجنة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك شريعة الله عز وجل مليئة بتوصية الإنسان بإحترامه لوالديه فإحترام الوالدين هو طاعة لله سبحانه وتعالى وإليك أن تتخيل كيف قرن الله سبحانه وتعالى التوحيد والتوحيد من أجل الأشياء التي موجودة في الدنيا والآخرة خلقت الجنة وخلقت النار وخلقت السماء والأرض وخلقت الإنس والجن لعبادة الله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى وكيف قرنها بطاعة الوالدين لأن طاعة الوالدين هنا من احترام الاحترام التي أوصت بها شريعة الله سبحانه وتعالى فلذلك أخي المشاهد الكريم هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات هما بوابة الدخول إلى الجنة كيف لنا مع آية في كتاب الله عز وجل تنهى الإنسان عن كلمة صغيرة وهي كلمة من حرفين الألف والفا أف كلمة الأف وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا هذه شيء من رجال التي تربت على احترام الوالدين كثير من الناس من يضع صور أبيه أو طرف من صورة أمه ويقول ربي ارزقني بر والدي وهو بعيد كل البعد عن بر الوالدين بر الوالدين لا يأتي بوسائل التواصل الاجتماعي بر الوالدين لا يأتي فقط في مكالمة تلفون بر الوالدين لا يأتي إلا بصحبتهم بمحبتهم بإعطائهم حقهم في هذه الحياة لا ننتظر أن الوالد أو الوالدة يكبرون في السن وينتظرون الموت وقدر الله عز وجل إن لم نتذلل أمام والدينا فنحن خسرانين في هذه الدنيا وفي الآخرة شنو اللي يشغلنا عن أمنا شنو اللي يشغلنا عن أبينا إنما الحياة الدنيا له ولعب نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من البارين لوالدينا وصلنا إياكم نهاية هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر